السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا هنحتاج قطعة من كونتر الطبقات ال 12 ميلي يامان هنحتاج عود استواني تخانة 10 ميلي مثلا احنا كنا قدمنا كذا طريقة لعمل الاعواد الاستوانية هسيبها لكم في سندوق الوصف او في اول تعليم ده التصميم اللي انا عايز افرغه هسيب لكم صورته في اخر الفيديو وهقول لكم كمان على السر بتاعه لو عايز تعمل اي اياس تاني مختلف وطبعا تقدر تفرغ الشكل بقى باستعمال مثلا الروتر مع فورما او لو ما شاء الله عندك cnc هيكون افضل يعني لو ناوي تعمل كمية او حتى تستعمل الاركت العادي او اركت النمازج هبدأ اول حاجة اعمل ثقوب في كام مكان كده عشان ادخل سلاح الاركت وهستعمل بقى الاركت نفسه مع سلاح قص نديف نفرغ الشغل كله قادي اللوح خلصته وبالمبرد بنظف وساوي الاطراف بتاعته يعني طبعا النتيجة ما كانتش احسن حاجة بالزات في الاطراف مع كم غلطة كده بسيطة المفروض دي تتعمل بالراوتر انما انا ببسط الامر وبحاول اسهله على قد ماضر عايزين بقى نعمل قاعدة صغيرة يعني ممكن اي قطعة خشب ندقها بمصمرين او نعمل اي شكل بسيط احلى شوية كده يكون فيه محفار يسقط فيه اللوح يعني شكله احلى مش اكتر وطبعا حلزقها بالغرة واسبها تنشف شوية بعد بقى ما نشفت حديها وش تيك اويل عشان تلمع وفي نفس الوقت تبان خشب طبيعي نجي بقى لاغلس او اصعب حاجة في الفيديو وهي القواشيت او الدواير الخشب فيه طريقتين هقولكم عليهم وانتو اختاروا طريقة سهلة ان انا بعمل دايرة مذكوبة من النص والكويلة اتعدي فيها بالشكل ده كده وبعدين بلونها طبعا بعملها الاول ببنطة كوباية عادية وبعدين بوسع الثقب اللي في النص ببنطة مقاس الكويلة الخشب الطريقة بقى الصعبة ان القشاط يكون من قدام نديف مفهوش ثقب وورا فيه فتحة للكويلة بس بتكون نزلة يدوبك بس نص سنتي في القشاط ودي بقى صعوبتها ان انا بستعمل البنطة الكوباية بدون الريشة الداخلية وبعد ما بخلصها بعمل الثقب بتاع الكويلة يعني هنا الدقة مش مطلوبة قوي فما فيش مشكلة وبكرة بقى ان شاء الله حنزلكم ريلز او ستوري صغيرة كده لشرح الطريقة الاحترافية لعمل الاواشيت دي يعني لو عايز تعمل حاجة احسن من دا كله وبفنش افضل مهم ان انا بعد ما استقريت على الطريقة الصعبة بصنفر بقى كويس ونعم وودي له بقى وش ابيض كابتانة يعني سبري بقى الوان او بويا بلاستيك وبعدين بلون الاواشيت بقى اربع الوان مختلفة عن بعد اي اربع الوان عندك مش مشكلة نبدأ بقى التقفيل دول ست اواشيت ازرق بغرق الكويل ودقها في تلات اواشيت طول الكويل حوالي اتنين سمتي ونص يعني لو كنت نسيته ما قلتش قبل كده وبعدين بجيب اللوح احط بقى التلات اواشيت اللي فيهم الكويل في المجرى اغري الاواشيت اللي فضله واركبهم مكانهم برضو بالشاكوش تمام جدا حركتهم سليسة بنفس الطريقة ونفس ذات نفس الشغل هابدأ اغري واركب كل الاواشيت الفضله اه دي الشكل اللي وصلت له ممتاز خلينا بقى قولكم السر او الزتونة بتاعت الفكرة دي عشان يعني لو عايز تعمل مقاسات تانية السر بقى يا سيدي في نقطته اولا ان المجرى الرئيسي ده بيشيل ثلاث اواشيت زي ما هو واضح لكن طول المجرى نفسه لازم يكون بيشيل اربع اواشيت ومش بس كده ده لازم يسمح بمرور اشاط من فوق الاربع اواشيت يعني لو كانت المسافة صغيرة مش هتسمح ان اواشاط يمر من فوق ثانيا المجرى بقى الافقي لازم يكون طالع لبرا يشيل اواشاط يعني كمغزم مؤقت وفي نفس الوقت ما يمنعش ان انا اطلعي الاشاط من المجرى الرأسي قاعديه الجنب التاني دول اهم من قطتين في الفكرة فصمم بقى الاياس براحتك دي لعبة بتنمي المهارات العقلية والتفاعل الحسي عند الاطفال من سن 3 ل 6 سنين قدل بقى ما يشغلهم الموبايل تا كمان حتى تقدر تطبع كروت فيها اشكال مختلفة لترتيب الاواشيت يعني زي اللي ظهر قدامكم دي وتبقى تحديات للطفل اللي بيلعب اللعبة المهم بقى ايه اني عملت واحدة تانية ليه لان انا بسحب كلامي عن موضوع سن اللي هيلعب اللعبة اللعبة تصلح من سن 3 سنين ل 99 سنة انا عدت لعب بيها وفكرتني ايه بقى لعاب زمان يلا مش حصيكم بقى عليكم الشير وان شاء الله نتقابل على خير سلام عليكم